مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم عملتكم العشار العدني طبعا ألد عشار ونسميه عشار 2024 تقريبا بإذن الله لو ربي أحيانا وعطانا الصحة والعافية نعمل كل سنة عشار ونسميه باسم السنة هنا عندي شوفوا ليمون أخضر اللي هو ماي للصفار وعندي ملحة بحري وعندي كاري وكركم ممكن نستغنوا عن الكاري والكركم أول حاجة لازم يكون عندكم علبة معقامة طبعا زقاقية أو بلاستيك عادي هنا عندي خمس معالق من الملح الكبيرة وملعقتين من الكاري أني دلمرة نقصت الكاري وعندي كمان ملعقتين كبيرة من الكركم وكمان عندي سر أضفته وحدا قال لي إياها اللي هي ملعقة كبيرة من السكر على المقادر اللي أعطتكم إياها أو ملعقتين كبيرة وخلطوهم السكر يبعد مرارة الليمون تماما بعد المرارة وأبدا ما ينطعمش خلطوهم تماما مع بعض والآن نجي على الليمون الليمون غسلوه تماما ولازم ينشف إذا الليمون غسلتوه وما خلتنوش ينشف تماما يعطب معاكم أو بخرب تماما خلوه ينشف تماما إن شاء الله تقوموا في وطا وتنشفونه حبة حبة بعد كده شوفوا أقصما الليمون بشكل X إذا أنتم عارفين أو شكل زايد بس ما وصلش للأخير زي ما وضح لكم وأبعد الطرف شوفوا طرف الليمون من الجهتين أو مرات يكون جهة واحدة الطرف حق الليمون أبعدونا وبدأو قطعونا وأفضل حاجة أنكم تبعدوا البذور حق الليمون ليش نبعد البذور؟ لأنه يتسبب المرارة وكمان سبب المرارة في العشار اللي هو نوع الليمون مرات تختاروا نوع الليمون ما يكونش حلو تكون حق القشرة سميكة أو إنه نوع اللونه أخضر كثير أخضر لا لازم يكون الليمون قشرته خفيفة وخضاره ما يلا الصفار عرفتو ما يكونش يعني خضاره أخضر ولا ما يطلعش يطلع مر معاكم ومش حلو الآن خلاص ببدأ أعبي الليمونة كيف تعبو الليمون مش تعبئات كدسونه كده مليا لا بطريقة الرش زي موضح لكم شوفوا أني أرش دي القيهة وأرش القيهة الثانية نفس كده أفتح مثلا القيهة وأرش بعدين أعمالي للقيهة الثانية وأرش الملح مش أعبيه ملح لا بطريقة الرش ولا شوفوا إذا أنتم عبيتوا منه ملح بطلع معاكم مالح العشار أنا شوفت في بعضكم كتبتوا لي تعليقات وشوفت وسمعت غلطاتكم أنكم تعبو الليمون تعبئات 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 تعبونا شوفوا أني كيف أرش لأنه إذا بقى باقي خلاص عادي خلو لكن أنا هذه الكمية تنفع لخمسين حبات ليم أو ليمون خمسين حبات ليم تمام ما تطلعش مالح ويطلع تمام يعني وأفضل شي يقل الملح ولا يزيد عليكم بعدين ترجعوا يطلع معاكم العشار مش حلو ما بعدين تزيدوا البسباس آخر حاجة بعد ما ينضج شوفوا كيف أرش وأقفل نفس كده أفتح وأعمل رشة من خليط اللي عملته نفس كده شوفوا كيف أرش رشة والآن الجهة الثانية رشة أكيد موضح لكم ما عد فيش يعني أي أعدار ولازم تعملوا العشار الحقوا على الحماء أنا دايما أعمله على نهاية الصيف لأنه نهاية الصيف يشتد الحرارة حق القو لأنه يكون خلاص نحن نسميه الزرة حق الحماء تكون نهاية يعني خروق الحماء كده يطعم نحن نحن القو كده شدة كده تحسوه حماء ورطوبة هذا الوقت الحلو أنكم يكون الليمون رخيص ويكون الليمون حلو وقته الحقوا على الليمون الآن نهاية الزرة حق الحماء نحن نقول فخلاص شوفوا كيف بدأت عبيه لما خلصته كامل وحاولوا أنه يكون راس الليمونة لا فوق مش لا تحت وهنا شوفوا أخذت حبة البركة عندي هنا حبة البركة بضيفة وكمان حاولوا أنكم تعبوها يعني كيف أقول لكم النفس في القلوب تخلوه قم بعض قم بعض مش تخلوه فراغات بينهم عشان بعدين كله هذا بينزل لما يتخلى للليمون خلاص الشي تحبت البركة وباقي بكيس أو أي حاجة كده غطوها تمام أهم شي ما يدخليش الهواء أنت بو يدخل الهواء أني كمان عمليش أفاف ولازم كده تقفلوها تمام حتى لو تلبسوها كيس كامل تغطوها عادي ولازم بعد كده تحطوها بالشمس أو أي مكان في بحرارة غم بالفرن المهم مكان في بحرارة أني شوفوا ما أقلت لكم ما عنديش ما عنديش بلكون ولا حوش ولا شي عندي لا توقع عن طاقات يعني وشوباك أعمق أحط فيه العشار وكل يوم لازم تقلبوه تقلبونا لازم تقلبونا الآن شوفوها أول سبوع أول يوم ثاني يوم ثالث يوم شوفوا أني بعد يومين ثاني يوم أبدأ يعني أرق العلبة أبدأ أحرك كده مفتحيش بس لازم تدابشونا نحنا نقول لازم تقلبوها كده الليمون لازم يتقلب كل يوم يتقلب من فوق لا تحت كده من غير ما تفتحوا بس يعني يرقوها العلبة لكن إذا ما قلبت النوش فوق بيسود من فوق الليمون بيسود بيقع ناشف لازم الليمون يتقلب بعضهم يقلبوه بعد ثلاث أيام أنا أقلبوه من ثاني يوم أبدأ أقلبوه يوميا لمدة سبوعين إذا ألقوا حمام مدة سبوعين إذا أنتم شتاء يقلس معاكم الليمون شهر لازم هذا أول يوم شوفوه ثاني يوم وكل يوم وأني أرقوه وأحطه بالطاقة معاقبة وأرقع كده لما بعد أسبوعين وأربع أيام بدأت إيش أغلي ماء لازم ماء نقي تعرفوا إش هو الماء النقي إنكم تقلبوه ماء صحة وتغلوه كمان وتخلوه لنه لما يبرد لما يقع بارد أو دافي هذا سمونه ماء نقي أو إنكم يعني عارفين ماء تشتروا ماء قاهز هذا اللي نشربه لازم وتغلوه كمان تخلوه يبرد وتستخدموه شوفوه الآن فتحت عليها بعد تقريبا قد تقوم أسبوعين واربع أيام ما شاء الله الليمونة شوفتها خلاص يعني باقي لشوية وخلاص تنهار يقوله فإيش راح تعملت عندي أضفت له ماء نقي كوب ماء نقي وكوب خل ممكن شوفوه تعملوا كوبين ماء نقي وكوبين خل على حسب الكمية أنا أخذ مني كوب ونص ماء وكوب ونص خل شوفوا ما شاء الله كيف تتقطع خلاص يعني مستوية بقول لكم حاجة الليمون المخلل أو العشار إذا خلتوه يستوي أكتر من وقته يرقع مر ويرقع ناشف والمرارة تزيد عنده فيبو لكن لازم يستوي بطريقة يعني شوفوه خلاص كيف تعرفوه الليمون الماء حقه يرقع أول ما تخللوه يكون الماء خفيف اللي ينزل منه بعد كده أسبوع يبدأ الماء يقمد يقع قامد زي ما وضح لكم كان بالفيديو يقع ثقيل هذا يعني بدأ الليمون استوى لا تخلوه أكتر من من أسبوعين وقت الحماء لأنه يقع شوفوه يرقع مر لما يتخلل أكتر من وقته هنا قلت لكم أضفت كوب خل وكوب ماء نقي أو الماء المغلي بعد ما خلته يبرد يعني دافي يكون دافي شي بسيط بسيط خلاص دفطاء لازم يتعبى تماما يضغطه وأرجع أعشره مرة ثانية لمدة أسبوع أو عشر أيام طبعا خلاص رقيته كده تمام قلبتهم الماء النقيم على الخل وخليته عندي أني صراحة ما عنديش بلكون عرفته فأني من طاقة لطاقة كما القرد أجلس في البيت أدور الشمس فين يعني بقدر الممكن أعرضها للحرارة أو أخليها جنب الغاز عندي جنب البتغاز أو الغاز أو الشولة وخلاص وخليت أني عشر أيام بعد عشر أيام شوفوا قبت بسباس عدني اللي هو بسباس الأحمر نضفته تمام من التراب بعدين حطته له ماء يعني ساخن مغلي وكمان ملعقتين خل ملعقتين خل وخلته ينتقع يعني ينقع لما إيش لما يبرد الماء قليل يقع دافي الماء بعد كده شوفوا بعد ما دفى الماء كده وخلاص ببدأ أطحنه عشان إيش بضيفه للعشار وعن ليش أطحن البسباس وهو شوية دافي لأنه إذا طحنتوا قدر بارد الماء بيقع لكم كده في بوز القشر كتير فأنتم إيش تسووا لأطحنوه عادو دافي الحقو طحنوه عادو البسباس دافي كده حامي شوية عشان إيش عشان ما يقعش في بو قشر أو إنكم إذا حسيتوا أنه في بو قشر صفوه بعد ما تطحنوا قبو صفايا وصفوه هنا أضفت البسباس وأضفت خمس يعني فصوص من الثوم أو أربع فصوص أو ثلاث فصوص من الثوم الثوم حسب رغبتكم وكمان أضفت شوية من ماء الناقعة اللي كان منقوع في بو البسباس وبدأوا طحنوه طبعا الخليط لا تخلوا إنهش كتير خفيف ولا كتير تقيل لأنه إذا خلتوا إنه تقيل بتضطروا بعدا تشوفوا الأشار قامد كده تقيل تشوفوا إنه لما تضوفوا لا خلوه وسط شوفوا أني كل شوية أضيف آخر حاجة بأضيف له زيت هذا الزيت اللي ميخليوش يخرب ميخليوش يعطيب أو يعفن العشار ضوفوا شوية زيت حتى تقدروا تخلوه إنه بره يعني مرات يعني القو بارد يعني ميكونش حماء كتير لا خلوه تقدروا تخلوه بره على قو كده بارد الآن خاص بعد شوفوا عشر أيام فتحت على العشار مرة تانية شوفوا بعد عشر أيام خلاص ألاقيته مستوي قد العشار يعني أني لو خليته زيادة بينشف عليا وبإيش بيستوي مر عليا عشان كده أني ما عد خليته يعني بزيادة وفعلا ملعقة السكر اللي أضفته تبع قد المرارة يعني قدر الإمكان تبع قد المرارة حق العشار قربوها ضوفوها ملعقة كبيرة من السكر على خمسين حبالين وهنا ما شاء الله أضفت العشار إيش أقول لكم قلب ريحة البيت والريحة العدنية عادوا مع كده تلصوا كده فحم كده مع بخور وتعملوا للزربيان قال لكم ريحة عدن شو ريحة عدن بالعشار حقه بالعشار والزربيان والبخور هذه ريحة عدن والهلوى والعطرية يا السلام وضفت البسباس وبدأت أقلبه طبعا شوفوا ما شاء الله شوفوا القوام أشتكم شوفوا القوام كيف قوام البسباس مع العشار كيف لما يخلط شوفوا في بصوص خفيف الصوص حقه مش تقيل كده كده قامد لأنه خاصة أني كنت أضيف منواء النقع الماء النقع حق البسباس بس انتبهوا شوفوا تمسكوا بيدكم العشار لو تلعب باليد خلص يخرب طرعا كل عدنيات تحط كده بالكف حقه وتلحس تشوف الطعم هذا ضون الكل عملي كده وهنا قيت بقرب شوفوا كيف الحبات وكده ما شاء الله شوفوا كيف العشار وماسكة نفسه وبنفس الوقت طرية وجوسي يعني فيها الليمون مش ناشفة أنا كان في الرياض لما كنت أعملوا مع قوات الشمس لقد كان مرات إنشاف عليها صح طري ولكن تحسوا الليمونة شوية ناشفة هذه الليمونة ذكرتني بحق عدن بصراحة بقول لكم يا هالليمون حق عدن ذكرني في بو أصبعان رقعته في نفس العلبة وأني حطته بالتلاقى احتياط أنا لو حطته برا عادي ما بيخربش يعني برات التلاقى لكن أنا دخلته في التلاقى عشان خلص ما يخربش عليها وبالعافية إذا وصلتوا لا هنا هيئوا بهو اشتركوش في القناة وتفعلوا غرس الإشعارات ولايكوا كومنس حل منكم وشوفوا هنا رقعت السوق مرة تانية وملاقيت الليمون الأصفر وعقبني هذا حق عشار الليمون اللي كده اللونه حق عشار أني أتوب لا ما باتوبش أخد ورحت عشر مرة تانية في البيت وشوفوا كيف أعلق خمس كنازل معاقبة بالطاقة أني كده عشار لأنه ما عنديش بلكون وهذا كان الفيديو بالعافية ليولوكم إذا عقبكم الفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك و كومنس حلو منكم